هو الطريق الوحيد الرئيسي المار بوسط دائرة زاويت الدباغ أين طالب المواطنين السلطات بوضع طريق اجتنابي للمدينة خاص بالوزن الثقيل وكذلك بوضع إشارة مرور وممهلات زاويت الدباغ أنا متواجدين الآن في الطريق الوطني رقم 118 والطريق الوطني هذا باش يكون في علمكم باللي راه في وسط المدينة في وسط المدينة الطريق الوحيد اللي راه يشق مدينة تيناركوك باتجاه مدينة البنود والبيض السيد الشيخ والبيض والغرب الجزائري بسيفة عامة احنا نطالب من السلطات باش طريق هذي في اقرب وقت يشوفوا هنا حل باش يديروا طريق اجتنابي خاص بالوزن الثقيل لان الطريق هذي ولا تشكل خطر كبير على المرة وخصوصا لأطفال وكما تعرفوا باللي راني ان شاء الله مقبلين على الدخول النشاط الاجتماعي وراه الطريق بدون ممهلات وراه تتبلع كل يوم راه تسكر طريق هذي بالرمال مما تشكل خطر كبير على السواق نحتاج ممهلات هنا في هالطريق بسبب الشاحنات الكبرى وغيرها طريق هذي تبقي يجي على بره ما يجيش وصل البلاد طريق الاسونال هذي لخطر هنا يجي على بره ما يجيش على وصل البلاد وصل البلاد هذي خطر شوف وشحال من واحد هنا تضرب بالموت وتكسر وشحال من واحد هنا تبليساء وشحال من واحد هنا خلف الحيط وبهذه المطالب المشروعة لسكان زاوية الدباغ يبقى لزامن على السلطات المحلية نظر لهذا الطريق لما تشكله من خطر ترجمة نانسي قنقر